كدت مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك ودعم الحكومة السودانية الجديدة وقال بيان للخارجية المصرية في ختام اجتماعات استضافتها مصر بين ممثلي قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية إن الاجتماعات جاءت بغرض تحقيق السلام في السودان ودعما للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري رغم أن الاشقاء في مصر بزلوا جهود كبيرة للتقريب وجهة النظر وردم الحوى بين الاشقاء الزملاء في الحرية والتغيير إلا أننا لم نتوسل إلى الاتفاق في النقاط الخلافية واتفقنا أن نواصل الحوار وأعلن قياديون في الجبهة الثورية الاتفاق على الأساسيات مع قوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري الذي تم توقيعه مع المجلس العسكري السوداني وأوضح أنه يتبقى بعض التفاصيل التي ستغضع للبحث حيث تعترض الجبهة على عدم إدراج عدد من القضايا المركزية في الإعلان بينما قال قياديون في قوى الحرية والتغيير أن الاجتماعات مع الجبهة الثورية مستمرة والهدف منها إشراق الجبهة ضمن اتفاق السلام بالسودان تجاوزنا النقاط الخلافية الكثيرة تجاوزنا أكثر من 14 نقطة خلافية تبقى نقطة جوهرية اللي هو الفغرة 69 في الإعلان الدستوري بيتكلم عن إدراج ما يتم التوصل إليه في المستقبل في الإعلان الدستوري هذا هو نقطة الخلاف وحسب مراقبين فإن المفاوضات بين الجانبين حققت تقدما وإن كان طفيفا حيث ما زال هناك عدد من القضايا العالقة واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق على وصيقة السلام الملحقة بالإعلان الدستوري برعاية مصرية وفي إطار دعم واتصالات عربية وأقلمية جاءت هذه الاجتماعات بالقاهرة لوفدي الجبهة الثورية السودانية وقوى الحرية والتغيير بهدف دعم الاستقرار والسلام في السودان أصام عبد المقصود الإغبارية القاهرة